أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الأسرة في مأزق الأسرة تقابل عواصف ما نراه في حياتنا ونسمعه يدل على أننا لم ننتبه إلى خطورة ما يقع في بيوتنا كثر الخلاف وكثر الاضطراب وكثر عدم الاستقرار وأثر ذلك على أولادنا وكثرت القضايا ووقع الخصام بين الزوج وزوجه وصرنا إلى حالة يرثى لها نسأل الله الاستقرار الأسرة ما سميت أسرة إلا لترابطها قال ربنا تبارك وتعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم هذه المادة مادة أسرة التي تدل على الربط لذلك سمي الأسير أسيراً لأنه يربط بالأسار فلا يتحرك وسميت الأسرة أسرة لأنها مترابطة الأصل أن تكون كذلك الأصل أن تكون مترابطة لا أن تكون مفككة مضطربة كل لا يحمل هم الآخر الزوج في واد لا يرعى بيته والزوجة في لهوها وغيها لا ترعى بيتها وأبناءه كثير من الأسر يعيش حالة اضطراب هذا ما نراه عندما نتعرض لحل مشاكل الأسر نرى أشياء محزنة أين أخلاق النبي في بيوتنا صلوات رب وسلامه عليه أين التعلم كيف كان يتعامل مع زوجاته كيف أوصانا بالضعيفة كيف أوصانا بالمرأة في حجة الوداع يكف صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أوصيكم بالنساء خيرا ويقول في رواية استوصوا بالنساء خيرا يا ترى ما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وحي من الله بأن الأسرة تحتاج إلى هذه العبارة بأن الرجال يحتاجون إلى سماعة تلك الوصية أين نحن من هذه الوصية ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم عندما يقول لنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي لم يقف الأمر عند قوله خيركم خيركم لأهله وإنما قال وأنا خيركم لأهلي كأنه يقول لنا أنا قدوة لكم وأنتم مأمورون بأن تقتدوا بي فانظروا إلى حياتي وإلى أفعالي في بيتي أنا أطلب منكم أن تكونوا خيرا في بيوتكم لأهليكم فأنا أخير الناس في ذلك وأفضل الناس في ذلك هكذا أخلاقه صلى الله عليه وسلم عندما أوصانا بالمرأة وعندما بيّن أخلاقه في بيته ما أهان وما ضرب وما شتم وما سب حشاه من ذلك لم يكن سبابا ولا لعانا ولا شتاما ثم لم تمس يده يد امرأة بأذى لم يضرب امرأة بيده قط هكذا أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديثي للأزواج يا ترى هل نفعل ذلك في بيوتنا والزوجات يا ترى هل قمتنا بأداء الواجب نحو الزوج كل منا يحتاج إلى معرفة ما له وما عليه التي لخصها القرآن الكريم في عبارة بليغة وعاشروهن بالمعروف هذه الجملة إن كانت خطابا للرجال لأن الظلم كثيرا ما يقع من الرجال أيضا المرأة الخطاب لها فالنساء شقائق الرجال في الأوامر والنواهي فكذلك المرأة تحتاج إلى أن تعاشر زوجها بالمعروف ترعى شأنه وتحفظ بيته ولا تغضبه وتسعى لإسعاده رحم الله رجلا قام بواجبه نحو ذيته ورحم الله امرأة أدت حقوقها لزوجها بيوتنا ملئت بالعناد الزوجي وبالمشاكل الزوجية تحتاج منا إلى وقفة وإلى مراجعة لأن كل هذا يؤثر على أبنائنا ومجتمعنا وأمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى